أنطيك حقائق وليست يعني مثل ما تفضلت يعني كلمات فالفاضة مجهولة العنوان فالعراق صرف على يعني على الكهرباء مثل ما تفضلت 81 مليار دولار ما بين مال تنمية الأقالم ما بين قروض ما بين صرفة في وزارة الكهرباء ما بين صرفة استيراد وقود وغاز ما بين أمور كثيرة أخرى على كل حال نحن نقسم العمل حتى أنت تعرف وين الفلوس جنامة قلت وين هاي المليارات صارت أنا أقول لك ياها صارت في إنتاج طاقة محددة في مرحل مراحل الأراق أخذ حصة كافية من التجيز 20 ساعة 22 ساعة يعني بعض محافظات تم استثناها 24 ساعة في مرحلة من 2014 إلى 2013 إلى 2014 نحن صرفنا هذه الفلوس التي تفضلت بها من 2005 إلى 2018 العراق صرف حدود 28 مليار دولار كمحطات إنتاج ونقل وتوزيع نحن وصلنا إلى نقطة اللي نجهز العراق 24 ساعة بال28 مليار بال28 مليار نعم هذه كاستثمارية عوفك من التشغيلية كاستثمارية نحن نجزع حتى نعرف وين قايات وين صار نحط هذا للاستثمارية وين نجي نتحاسب على التشغيلية التشغيلية فالاستثمارية جهزوا 27 ألف ميجاوار هذه اللي العراق الآن يحتاجها فلن ماذا الاستثمارية تعني بها الشركات؟ الاستثمارية هذه الموازنة الاستثمارية ها تحجع الموازنة ليست على الشركات تعني الفلوس اللي أخذتها بالموازنة تحجع الموازنة ونفذت بها مشاريع مزيلا وهذا أخويا اي فإحنا من وصلنا إلى 27 ألف ميجاوار في مرحل مراحل اللي هي مثلاً 2014 هنا ما يصير أنت شيدت أو اشترات سيارات وتقول هاي خلاص راح تستمر مدى الحياة بدون دعم بدون صيانة بدون تأهيل فإذا أنت ما صلحت هاي المحطات وأهلتها وصرفتها بالوقت المناسب مو على مدار السنة أنت في وقت معدد يجب أن تصرف على صيانة وتأهيل إذا ما صنتها كذا ألف ساعة من تشتغل كل مكينة تشتغل كذا ألف ساعة لازم نسأولها كذا وكذا لشراد الها علم هاي بديهية فإذا أنت يجي وزارة الكهرباء تجي أنت شهر العاشر يجب أن تنطيها فلوس يا وزارة الكهرباء هاي فلوس حتى تسوي صيانة وتأهيل حتى تجين في الصيف القادم تكون جاهزة تنطيك القدرة ما لسهل حتى أوصل لك الهدف إذا أنت ما تنطي هاي أكبر مثال الآن لحد الآن ما صدرت الموازنة فوزارة الكهرباء هاي عدها بحدود ثمانت ألاف ميجا واط قاعدة تنتظر التصليح حتى يسلعوها حتى تشتغل بالصيف القادم وبشرك الصيف القادم أسوأ من الصيف المضاء رح يصير رح يصير حنة رح يصير عليكم